السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه يا رب ان شاء الله تكونوا بخير زي ما انتوا شايفين جايبا لكم النهاردة مع بعض القرس الطرية والقرس الفلاحي شكلها تحفة بجد ودعمها كان روعة فوق الروعة بجد اه عملنا الكمية الحلوة دي من نص كيلو دقيق بس شايفين الحلاوة الطعامة انا عملت منها القرس السادة وكمان عملت منها اللي بجبنة وكانت طرية جدا جدا وهشة وطعمها فوق الخيال تعالوا بينا نشوف مع بعض المكونات بتاعتنا والمقدير وعملناها ازاي هنسمي بسم الله وهنصلي على رسول الله وهنبدأ ونشوف مع بعض انا معايا هنا زي ما قلت لكم نص كيلو دقيق دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق من المعجنات هيبقى حلو جدا معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكمان معايا معلقة كبيرة من السكر احنا طبعا هنضيف كل المكونات الجفة دي مع بعض وهنقلبهم قبل ما نضيف اي سوائل معنا معايا معلقة صغيرة من الملح وكمان معلقة صغيرة من البودر عشان يديلها الهشاشة بتاعتنا الحلوة اللي احنا محتاجنا انا كده اضيفت المكونات الجفة مع بعض هبتدي اقلبهم تقليبة بسيطة كده قبل ما اضيف اي حاجة تاني علي علشان بس المكونات كلها تختلط مع بعض هضيف دلوقتي معايا نص كباية من الزبدة الصيحة دي انا حطيت زبدة على زيت حابة تحطي زبدة بس حابة تحطي آآ سمنة بس ما فيش مشكلة خالص انا سيحتها وحطتها على الدي بتاعنا وهبتدي اقلب السمنة بتاعتنا آآ في الدقيق انا عايزة كل حابة من الدقيق تخت اه متتغلف بالسمنة بتاعتنا يعني زي ما بيقولوا نبس الدقيق آآ مع السمنة انا هاستغنى عن الاسباتيولا دلوقتي وهبتدي ان انا اعمل الكلام ده كله بايدي كده هقلبهم كويس قوي ما بعض زي ما قلتلكم علشان كل الدقيق يتغلف معايا بالسمنة انا قلبتهم بقوا معايا بالشكل ده كده زي ما انتو شايفينه اهو هو ده اللي انا عايزاه هبتدي دلوقتي بقى اضيف معايا اللبن انا بصراحة عملتها من اللبن الرايب انا كان عندي لبن حليب آآ بس للأسف رب معايا قبل ما اغليه فهبتدي ان انا استخدمه دلوقتي حابة ان انت تحطي آآ لبن آآ حليب مفيش مشكلة هيبقى كويس جدا وهضيف له كوباية من الزبادي صغيرة آآ هيغني طبعا عن اللبن الرايب هيبقى طعمه حلو جدا برضو وهتدي لها التراول حلوة لان احنا محتاجنا هبتدي بقى ان انا اعجن بايدي آآ عجنة كويسة جدا جدا اهم حاجة ان انا اخدم العجينة واعجنها كويس قوي هفضل اعجن فيها لمدة عشر دقايق علشان تلم معايا وتبقى طرية وحلو انا عجنت اهو وضفت كمان معا بس الكوباية اللبن دفت حوالي اقل من ربع كوباية كمان ولمت العجينة معايا اهو بالشكل ده وفضلت اعجن فيها بصراحة لمدة عشر دقايق لحد مدتني العجينة الطرية الجميلة دي هبتدي ألم العجينة وهاغطيها معايا دلوقتي اهم حاجة تغطيها كويس جدا لان دلوقتي الجو سقعة والعجينة بتاخد وقت على بل ما بتخمر انا غطتها بالستريتش معايا وكمان هبتدي اغطيها بفوتة علشان اه تبقى تدفى وتخمر معايا بسرعة هحطها في مكان دفي لمدة ساعة لان هي مش هتخمر في اقل من ساعة بصراحة هحطها في مكان دفي لمدة ساعة وهرجع لكم على طول رجعت معاكو دلوقتي بعد ما العجينة بتاعتنا خمرت وتضعفت حكمها تقريبا وهبتدي ان انا اشتغل بيها دلوقتي طبعا هبتدي ان انا اقطعها تقطيعة زي ما انت حابة تقطعيها الحجم اللي انت محتاجه اهم حاجة بقى دلوقتي هنقطعها ونضع نحطها على الرخامة لازم طبعا الرخامة تكون اه نشفة جدا معليهاش مية ويكون نضيفة هبتدي ان انا اقورها بالشكل ده كده وهلمها علشان خاطر تبقى متسوية معايا وانا بفردها زي ما قلنا هتقطعيها بالحجم اللي انت محتاجها بقى اهم حاجة ان انت تقوريها كويس وتلميها بالشكل ده هقلص بقى كل الكمية اللي معايا بنفس التقطيعة يستحسن تكون كلها نفس الحجم عشان تديكي شكل حلوة تبقى كلها اه قد بعضها هخلص كل اللي معايا ده بالشكل ده كده وهرسوهم على الرخامة وهرجع معاكم تاني اه اواريكم الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه خلصت الكمية اللي معايا زي ما انتو شايفين ده الكمية اللي كانت اه بقية مع اه يعني الكمية العجين اللي احنا عملناها هبتدي ان انا اغطيها بكيس اه نيلون اي كيس عندك انا اه كيس ده كيس تلاجة فتحته بالشكل ده كده واغطيها وابتدي اغطيها بالفوتة وهسيبها لمدة عشر دقيق بس ترتاح شوية قبل ما اشتغل بها انا سبتها ترتاح زي ما قلتلكم علشان اه لما ايجي اشتغل بها تكون معايا مزبوطة معايا طبعا الصناية بتاعتنا او اي صاج عندك هبتدي ادهنه دهنة بسيطة جدا جدا من الزيت علشان اه اشتغل فيه واول ما هبدأ طبعا اه بالعجين بتاعي هبدأ من اول واحدة عملتها بحيس انها تكون ارتاحت يعني هبدأ بالترتيب زي ما بدأت هبدأ هبدأ شغل وفرد على الرخامة هبدأ افردها زي ما قلتلكم الرخامة نشفة اه ونضيفة هفردها بالشكل ده كده سهلة جدا معايا في الفرد ومش بترجع معايا خالص لانها خلاص هي ارتاحت وخدت وقتها فزي ما انتو شايفين اه بتتفرد معايا بكل سهولة القرص الطرية دي طبعا بتنفعنا في فطار او في عشا بتبقى طعم حلوة جدا بالشاي والجبنة اه بجد حاجة كده وتوفير جدا جدا لاي حاجة هبتدي افردها بالصم كده كده واحطها في الفلصانية وهروسهم كلهم آآ جنب بعض هي مش هتفرد معاك طبعا هي هتخمر آآ تخميرة بسيطة تانية بس مش هتفرد قوي يعني هعمل واحدة تانية معاكم بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين اهو العجينة سهلة جدا جدا وبتتفرد معايا بكل سهولة مش بت مش يعني ما دايقتنيش خالص في الفرد بصراحة آآ زي ما انتو شايفين بالشكل ده طبعا زي ما قلنا التقطيع حسب الحجم اللي انت محتاجة اهي وهضفها جنبها هعمل دلوقتي معاكم بقى الواحدة اللي انا عاملها دي هعملها بالجبنة هوريكو ازاي انا عملتها بالجبنة زي ما انتو شفتوها في اول الفيديو هفردها برضو كويس جدا زي ما فردت اللي اتنين التانيين حاجة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش معايك وقت خالص يعني هي ما اخدتش معايا وقت في عجن ولا في فرد ولا في اي حاجة يضب بس هو الوقت اللي بتاخده في التخمير بس حتى كمان في الفرن ما اخدتش وقت خالص انا عملت الفردتها اهو وقلبتها الناحية التانية بس علشان تقاطر اه يعني ايه يبقى الجزء اللي هو اللي انا هحشي منه يبقى جواه كده هبتدي بقى اجي في يعني بالجبنة بتاعتنا اي نوع الجبنة عندك انا كان عندي جبنة فيتا حطتها اه زي ما انتو شايفينها بالشكل ده فردتها في نص القرصة بس بالطريقة دي كده فردتها في النص بس يعني اخدت نص والنص التاني سبته فوضي تمام هبتدي بقى اجي بالنص الفاضي ده على النص التاني كده وهبتدي اقفلها افلة حلوة بالشكل ده اهم حاجة تضغطي على العجينة علشان هي لما بتدخل الفرن وتبتدي اه تستوي هتبتدي طبعا ممكن تفتح معاك هتقفليها كويس بالشكل ده كده تحطي الطرف ده على الطرف ده وتقفليها وهتبقى بالشكل الحلو اللي معنا ده شايفين هخلص بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده وبالطريقة دي زي ما تحبي تعمليها بالجبنة او سادة وممكن كمان تتعمل بالعجوة هتبقى حلوة جدا انا خلصت كل الكمية اللي معايا اهو زي ما انتو شايفين بالشكل ده هبتدي دلوقتي اغطيها مرة تانية اه لمدة اه من عشرين يعني ايه من تلت ساعة لنص ساعة بالزبط هسيبها اه برضو تخمر مرة كمان فلصانية بتاعتنا اغطيها بنفس الفوت اللي غطيتها بي عشان تبقى اه تقيل عليها وكويسة وهسيبها لمدة اه نص ساعة تخمر معايا تاني الخطوة دي مهمة جدا علشان لازم القرصة ترتاح وتخمر اه عشان تبقى حلوة معاكي وطرية وهش انا سبتها تخمر وهرجع لكم تاني على طول زي ما انتو شايفين حجم القرصة تضاعف تاني اهو بالشكل ده كده اه في الوقت ده بقى انا كنت مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 هبتدي اروح احطها في الفرن لحد ما تاخد اللون الدهبي اللي انا محتاجه لو حسيت ان هي محتاجة ان انا اشغل عليها الشواية هشغل الشواية من فوق عشان اخد الوش نفس اللون بتاعنا تمام هروح احطها في الفرن وهرجع لكم على طول بعد ما تطلع ان شاء الله انا طلعت القرص بتاعتي من الفرن اهي بالشكل ده شايفين شكلها حلو ازاي هعمل خطوة بسيطة جدا جدا دلوقتي معايا نص كوباية من المياه او ربع كوباية اي حاجة كده والفرشة وهبتدي ادهن الوش بتاعي بالمياه كده لو عندك رشاش يعني اللي هو الرشاش المياه ده هيبقى حلو جدا ترشي بيه بس الوش آآ رشة بسيطة قوي لو حاب تدينيها زبدة برضو هتبقى حلوة جدا هتديها اللمعة وبرضو في نفس الوقت هتديها التراغة بتاعي انا عملت الخطوة دي علشان تفضل طرية وحافز على القرصة طرية زي ما انتو شايفين دهنت يعني دهنت الوش بالفرشة بسيطة جدا بالمياه وهبتدي اغطيها تاني لمدة آآ خمس دايق بالزبط علشان خاطر زي ما قلتلكم احافز ان القرصة تكون آآ طرية تفضل طرية معايا اغطيها بس كده لمدة خمس دايق بالزبط آآ علشان ما تنشافش الوش بتاعي وهي سخنة خمس دايق وهارجع لكم على طول زي ما انتو شايفين بقى الحلاوة والطعامة دي القرص بتاعتنا اهي كانت سخنة وطرية جدا جدا وكان طعمها حلوة قوي آآ وعجبتهم فعلا شايفين القرصة طرية جدا آآ وهشة قوي قوي من جوة وكانت طعمها حلوة قوي آآ بالشكل ده كده اجربوا الطريقة الحلوة دي ان شاء الله تعجبكم يارب يكون الفيديو بتاعي عجبكم ويكون آآ الوصفة دي عجبتكم مسهلة وبسيطة لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد آآ واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة تلادي guarantee خ wiederدعوا في بعض الوصف نظر التعليف